من جانبه أكد وزير الخارجية الإسباني خسي مانويل ألباريس على أن عدد الشركات الإسبانية العاملة بمصر في تزايد مستمر وفي هذا الإطار شدد ألباريس لحرص بلاده لدفع سبل التعاون بين البلدين قمنا بمراجعة العلاقة الثنائية ونقلت إلى سيادته دعم الدولة الإسبانية والمساعدات المكرو اقتصادية وفي إطار هذه الثقة نرى أن الأرقام عدد الشركات الإسبانية في تزايد نتحدث الآن عن حوالي 40 شركة يعملون هنا في مصر وبالتالي يطورون جزء أهم من النشاط الذي يكونون به في مصر وبالتالي هناك فرص للعمل جيدة سواء في مجال النقل والمواصلات ولديهم دعم من الحكومة الإسبانية وكذلك يساعدون على تطوير البنية التحتية الإسبانية على سبيل المثال لدينا الأعمال تطوير خط 12 في مترو أسبانيا في تلج شركة كاف وكذلك الحصول على سبع كترات من تلج شركة كالتو والتي سوف تكون مسؤولة عن صيانة هذه الكترات على مدارة 15 سنة القادمة هذه العمليات الكبيرة فيما يتعلق بالقطع النقل ما هي إلا إنعكاس لما نتحدث عن 700 مليون يورو معظمها من الحكومة وكذلك هناك مساعدات تقدم من أجل تطوير هذه الشركات التعاون أيضا بالإضافة لمستوى الاقتصادي والتجاري أيضا يشمل التعاون من أجل التنمية وبالتالي مصر بالنسبة لإسبانيا هي دولة ذاتة أهمية في الخطة العمل 2020-2024 الإسبانية